طيب النهاردة كان أو يعني خلاص هم نتكلم بكرة آخر معاد لقفل باب الترشيح في اتحاد الكرة أقدم قائمة خاصة باتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام مجموعة من يعني النجوم المحترمين متواجدين فيها مجموعة من الناس اللي أكيد عايزين يخدموا الكرة المصرية بشكل كبير أستاذ جمال علام طبعا كان لي تجربة مهمة مع اتحاد المصري كرة القدم أثناء وجوده يعني أمور كانت ماشية كتوقيت صعب لو تفتكروا كان في حالات توقف للكرة المصرية والدوري المصري لكن بالآخر عدى بشكل سليم وبسلام بيئة الكرة المصرية طبعا مجموعة من النجوم منهم طبعا كابتر محمد بركاتر كابتر من حزم مامكة متواجدين فيها هذه القائمة أنا أقول لحضركم الأمور الخاصة بها هذه القائمة كلها بالكامل طبعا أستاذ جمال علام رئيسا للاتحاد والأستاذ خالد الدرندلي نائبا للرئيس والأعضاء كل من محمد حلمي مشهور والأستاذ محمد أبو الوفا وكابتر حزم مام وكابتر محمد بركات والأستاذ دكتور إهاب الكومي وأستاذ عامر حسين ودينة رفاعي بالإضافة إلى القائمة الاحتياطئة بتضم طبعا ثلاث أفراد أستاذ خالد أبو الوفا والأستاذ عادل سلومة والأستاذ عزة أبو الخير دي القائمة الخاصة بالأستاذ جمال علام بكرة أيضا في قائمة هتقدم أوراقها وهتعمل مؤتمر صحفي وهي قائمة المهندس سامح فاهمي وزير البترول الأسبق هيكون برضو مجموعة من القامات ومجموعة من الشخصيات المحترمة في هذه القائمة لكن خلينا أقول لكم برضو هذه القائمة اللي برضو هتعلن عن ترشوحها غدا الأستاذ طبعا المهندس سامح فاهمي رئيسا الأستاذ اللواء مجدي ألوزي نائب للرئيس وعضوية كل من أستاذ محمد الطويلة نائب محمود حسين الكابتن أحمد حسن المهندس ماجد نجاتي المهندس عدل القياي المستشار حسين عبدو الدكتورة رانيا ألواني لمقعد المرأة بالقائمة إن شاء الله بكرة هيكون مؤتمر صحفي لهذه القائمة للإعلان عن كل التفاصيل والخطة الموضوعة لتطوير الكرة المصرية ويمكن من المطاقة أنها تكون خطة طويلة الأجل للكرة المصرية في الفترة القدمة دي القائمتين لكن خلينا أسأل سؤال بخصوص القائمتين وخصوص القوانين واللوايح وديها تساءل فيها هل من الممكن أن يكون فيه أحد أفراد الاتحاد المصري للكرة القدم موجود يكون اشتغل فيه اتحاد الكرة ثم ما عداش عليه سنة مالية من الزمن عشان يقد أو يكون مترشح لأضوية اتحاد الكرة دي برضو أحابب بس أعرفها لو نقدر نتكلم فيها لأن في بعض الأقويل أن ما فيش حد يكون اشتغل في اتحاد الكرة وما عداش عليه سنة مالية وقبض من الاتحاد الكرة وما عداش سنة مالية عليه ما يقدرش يترشح لعضوية مجلس دارة اتحاد الكرة في الفترة اللي هو فيها مدام ما عداش عليه السنة المالية دي برضو يعني حابب بس أتساءل فيها ونشوف إيه الوضع ونشوف مين اللي موجود في القائم أو من الأعضاء الموجودين داخل القائمة يكون بينطبق عليها دي الشروط لكن في الآخر كل الأفراد وكل الشخصيات والكباتن اللي موجودين من كرة القدم كمان اللي هيفيده كتير قوي الكرة مصرية في حالة وجوده مصرية قائمة هنا قائمة أستاذ جمال علام أو قائمة المهندس سامح فهمي وزير البطول أسبق هيكونوا أكيد بيأثروا بشكل إيجابي على الكرة مصرية وتخططها في الفترة اللي جاي خصوصاً للمنتخبات عارفين طبعاً ربطة الأندية في الوقت الحالي اللي بتدير الدوري المصري بشكل كبير وبالتالي المنتخبات والخطة الخاصة بتوسيع قاعدة اللاعبين والأمور الخاصة بالشكل الفني بالنسبة للمنتخب مصر إن شاء الله ده هيكون من أساسيات الاتحاد المصري لكرة القدم دي الأمور الخاصة بالقائمة أو قائمتين إن شاء الله المرشحين لاتحاد القدم